الحداثة المضغوطة موضوع آسيا أفقاً للتفكير المزمع عقدها من 9 إلى 17 دجمبر المقبل محاضرة اليوم لأحد الأساتد البارزين في الجامعة الكورية وذلك حول موضوع ما أحوج المغرب إلى أن اتطلع عليه لأنه يتعلق بتجربة دولة فريدة ولكن هذه تجربة على غنها وقيمتها لم تخلو من اختلالات سيطلعون عليها الأساتد المحاضر فيما سماه بنفهوم الحداثة المضغوطة أود القول أن قارة آسيا تتميز بدينامية كبيرة رغم ذلك يجب إلاء أهمية كبرى للأخطار الاجتماعية التي يمكن لها أن تواجهك موازاة مع هذه الدينامية وأن تحاول الاستفادة منها من أجل خلق نظام دينامي دون التأثير على التوابط الاجتماعية وهو ما سأحاول التطرق إليه المحاضرة التي تميزت بحضور أمين السير الدائم لأكاديمية المملكة المغربية السيد عبدالجليل الحجومري والسفير كوريا الجنوبية في الرباط بالإضافة إلى ثلة من الشخصيات من مختلف المشارب ناقشت مختلف أوجه التجربة الكورية الجنوبية في مجال الحداثة ونتائجها بالنسبة للمجتمع المغربي ترجمة نانسي قنقر